تنظيف نظام ماك بشكل احترافي في حالة النهاردة هنستعرض طريقتين طريقة مدفوعة ودي الأسهل والأغلى يعني دي هتحتاج تدفع لها فلوس والطريقة التانية مجانية تماما تابع الحلقة دي ومتنساش تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في القناة وتفعى الجرس وتشاركنا برايك تحت في التعليقات وأما حاجة تشارك الحلقات دي لأصدقائك اللي عندهم ماك عشان يستفيدوا منها بشكل كبير السلام عليكم معكم محمود عمران وأهلا بيكم في فيديو جديد وأول تطبيق هنبدأ به هو كيلين ماي ماك ليه كيلين ماي ماك لأنه هو أسهل تطبيق للمبتدئين وللناس الاحترافيين شوية وللاحترافيين جدا لأنه تطبيق سهل جدا وبيقدم لك كليكشن كده مش هتشوفها فيها تطبيق تاني خلينا نفتح مع بعض كيلين ماي ماك أول حاجة بيقدم لك خمس حاجات أساسية الكيلين أب البروتكشن البرفورمانس الابليكيشن والتحديثات بتاعتك وماي كلاتر يعني مثلا ملفات متكررة حاجات من دي بيقدر هنا يجيبها لك ويخليك تعزفها كل المطلوب منك في خانة سمارت كير هتضغط على سكان أظن مافيش أسهل من كده هيعمل سكان وشوف لنا الجانك فايلز والبروتكشن لو في برامج خبيث أو حاجة والبرفورمانس يشوف إيه الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نحسن من أداء الماك وعندك هنا الابليكيشن لو فيه تحدثات أو حاجة وعندك ماي كلاتر لو فيه أي ملفات متكررة أو حاجة إحنا نسيبه ويعمل سكان ونروح على المينيو بار لأن ليه إضافة أو إكستينشن في المينيو بار رهيبة جدا حاجة مفيش أسلس من كده هتلاقي عندك هنا بروتيكشن باي مون لوك مون لوك محرك من تطوير كلم ماي ماك عشان يعرفك لو فيه أي برنامجين تنزلته وموجود فيه برمجية خبيثة أو حاجة بيقدر من هنا يكتشفها ويخليك تعزفها عندك كمان هنا الماك إتش دي لما بنضغط عليها بيجيب لك هنا الماك بتاعك درجة الحرارة وكمان المتبقي في الزك كرة الداخلية للس اس دي الداخلي وعندك كمان الميموري وده للرامات تشوف هنا التطبيقات المستهلكة أكبر يعني ميجات من الرامات فتقدر تقفلها مثلا هنا لو عايزين نقفل الطايد ويف كليك على كويت خلاص كده تقفل عندك هنا كمان سي بيو البرامج اللي بتستهلك من أداء السي بيو تقدر من هنا مثلا لو عايزين نقفل الماوس برو ده كويك خلاص كده تقفل معنا ويوفر من استهلاك السي بيو نفس الكلام هنا الواي فاي طرف سرعة الدونلود والابلود والاستهلاج بتاعك وكمان تقدر تعمل سبيد تست لسرعة الانترنت عندك ودي حاجة طبعا ممتازة عندك هنا كمان الكنكتد ديفايس اي اجهزة انت موصلها بالماك بيجيبها لك عندنا مثلا هنا اس دي خارجي وكمان ماوس من شركة قابل اللي هو الماوس الماجيك كيبورد بالبيلوتوس اهي فطبعا دي حاجة يعني ممتازة فالموضوع سهلس وجميل تقدر من هنا تخش على الاعدادات الخاصة بالتطبيق لو انت حابب فالموضوع سهل ولكن خلينا نرجع ليه التطبيق نقفل دي ونيجي للتطبيق بعد ما بتعمل سكان بيجيب لك هنا الجنك فايلز بيجيب لك هنا لو فيهي تهديدات من البرامج بعد كده البروفورمانس لو ضغطنا على ريفيو الحاجتين دول لو عملهم بيحسن من اداء الماك عندك وعندك بعد كده لو فيهي برنامج ليه تحديث بيجيب لك ان احنا نحدثه وكمان هنا الملفات المكررة تقدر تحزفها كل المطلوب منك انك هتضغط على رن وهيعمل كل الحاجات دي نيابة عنك صراحة ما فيش اسهل ولا اسلس من كده فعشان كده انا بشوف ان كلين ماي ماك من افضل التطبيقات اللي بتعمل الموضوع ده للمستخدم العادي يعني شخص مالوش في التفاصيل الكتيرة وعاوز حاجة كده سموز وسالسة وبضغط الزر يعمل كل الحاجات دي ويزبط الجهاز بتاعه ويشتغل بسلاسة يعني كلين ماي ماك صراحة ما شفتش اجمل منه وكمان الواجهة نفسها يعني تحمسك ان انت تفتح التطبيق كل شوي احنا هنعمل ستوب وهنوقف العمليات اللي شغالة دي وبكده احنا شرحنا مع بعض كلين ماي ماك وعرفنا ان هو تطبيق سلس جدا وسهل لكل المستخدمين ولكن مشكلة التطبيق ده انه هو غالي سعره مش رخيص مع انك ممكن يعني تجيبه بسعر كويس لو شغلت في بي اين اوكرانيا او تركيا قبل ما تدفع وهسيب لك ربط الدفع تحت يبقى تشغل الفي بين تركيا او اوكرانيا هيجيب لك التطبيق تقريبا بحوالي خمسين دولار حاجة زي كده فتخش على اللينك اللي هسيبولك تحت وبعد كده تشتري التطبيق ومبروك عليك فصراحة يعني ده انا من وجهة نظر شايفه قيمة مقابل السعر طيب نيجي بقى للناس اللي مش معاها تدفع ليه كليم ماي ماك الحل المجاني هو تطبيق اب كلينر وتطبيق اسمه مينتنانس ده مخصص لصيانة جهاز الماك طيب اب كلينر بنعمل بي ايه اب كلينر بتيجي على اي تطبيق عندك وليكن مثلا انا عايز احزف التطبيق ده هتسحب التطبيق ده وتعمل drag and drop في الاب كلينر بالشكل ده هيظهر لك بعد كده هتضغط على remove وهتحط الباسورد بتاع الماك عندك وتعمل اوكي اتحزف خلص فدي اول نقط فاب كلينر ده لحزف البرامج من جزرها ممتاز جدا وopen source ومجاني طبعا كل الروابط دي هسيبها لكم تحت في الديسك نيجي بقى على حزف الجانك فايلز وصيانة الجهاز بتاع الماك هنستخدم برنامج اسمه مينتنانس مينتنانس يعني صيانة وده open source ومجاني ومع كل اصدار للماك الشركة اللي بتعمل البرنامج ده او المطورين اللي بيعملوا البرنامج ده بيعملوا نسخة لكل اصدار على حدة يعني النسخة دي بتشتغل على الاصدار الحالي طبعا نسيب لكم الرابط تحت بتاع الشركة دي عشان تنزلوه فنيجي هنا مثلا احنا عايزين في السيستم هنضغط على الانفرميشن او علامة الاي دي نقول مثلا احنا عايزين نحزف الكاش والكابس جوبس وكل التفاصيل انت شايفينها دي ممكن تعلم على كل حاجة لو حابب وبعد كده done تيجي على بعدها الابليكيشن تقدر تعلم برضو على كل حاجة save applications states وهنا كمان help files cache وهنا developer decument cache وتنعمل done بعد كده تخش على الانترنت دي حاجات بقى خاصة بالبروسر والكلام ده ممكن تلغي الحاجات دي كلها وعندك كمان اذر دي حاجات تانية برضو ممكن تفعلها وبعد كده بتضغط على run tasks ومجرد ما بتعمل continue بيعمل حزف الجنك فايلز ويزبط كل حاجة عندك على الماك وبيعمل restart ويشغلك الماك نظيف مفيش junk files ومفيش اي حاجة طبعا اني مش اعمل continue عشان ما اعملش restart ويوقف لنا التسجيل اللي احنا بنعمله ده تطبيق سهل وسالس ومفيش ابسط من كده ايبا ده لحزف الجنك فايلز والكلام ده والاب cleaner لحزف البرامج من جزرها ده الفرق بين الاثنين بس الكلام ما يمكن الامانة مسته برضو غير انه هو سالس وسهل فكرة ان انا خش مثلا هنا على الابليكيشنز وبعد كده خش على manage applications واشوف البرامج اللي هي بقايا اللي هي lift over دي ومن خلالها اقدر احزفها بشكل ده دي بالنسبة لي شايفة حتة كده يعني ايه مميزة صراحة يعني مثلا هنا lift over files دي حاجات بقايا موجودة فممكن اعمل select all واعمل remove ليها بالشكل ده هيحزفهم كلهم مع ان حجمهم بالكيلو بايت يعني حاجة لا تذكر بس بقايا البرامج دي للأسف لما بتبقى موجودة عندك على الماك يعني ممكن يعني ما يبقاش ادائي او تأثر على ادائي الماك بشكل بسيط جدا جدا يعني بس حسفها شيء يعني يعني بيكون افضل انك تحزف بقايا البرامج دي بشكل كويس وبس دي كانت حالة النهاردة واستعراض سريع لتطبيق كليم ماي ماك وكمان حلول مجانية للناس اللي مش حابة تدفع لكليم ماي ماك او ما عندهاش القدرة المادية انها تدفع لكليم ماي ماك مع انه قلتلكم طريقة ان انت تاخدوا ديسكاونت كويس بس برضو يعني معانا خيار مجاني وخيار مدفوع اما قرار الشرى ده قرارك انت ولا انصح اي حد ينزل اي برنامج متهكر وبس كده نسوش تعمل لايك الفيديو ده واشترك في القناة وتفعال جرس وتشاركونا برايكم تحت في التعليقات كان معكم محمود عمران ولتقابل في فيديو جديد تحياتي سلام